تحياتي لكم جميع تلاميذ سنة الرابعة متوسط اليوم سوف نتناول معكم فرض الفصل الأول في مادة علوم الطبيعة والحياة رايحين نشوفوا جميع الدروس اللي قلناها في هذا الجزء هذا وأيضا رايحين نشرحوها الوضعية الأولى تمر وجبة غذائية تحتوي نشاء بروتين دسم والسليلوس عبر مجموعة تحولات حتى يستفيد منها الجسم لتوضيح ذلك نقترح عليك الوثيقة واحد ها هي الوثيقة واحد التعليمات الآن واحد ألف ضع البيانات وعنوان مناسب للوثيقة واحد أحد التغييرات اللي تلاحظوها في سنة الرابعة متوسط هي أن الوثائق هنا رايحين تتعرفوا عليهم بزافع يعني رايحين تتعرفوا على الكثير من الوثائق وتحفظوا البيانات تتاحهم وأيضا العناوين انتحم تركزوا بزافع العناوين مثلا هنا قلي ضع البيانات وعنوان مناسب للوثيقة واحد باء وضح ثلاث خصائص لهذه البنية واستنتج دورها ثانيا أكمل الجدول بعد نقله على ورقة الإجابة ها هو الجدول في الجدول عندنا مجموعة من الأغذية هذوك لتكونت منهم الوجبة الغذائية هذي عندنا النشاء البروتين سليلوز والدوسوم عندنا كل غذاء تتحلل في محطة معينة مثلا النشاء في الفم البروتين في المعيدة سليلوز المعيد دقيق الدوسوم معيد دقيق هنا رايحين نذكروا الانزيم الخاص بكل من هذه الأغذية وشي هو الناتج يعني وشو الحاجة اللي حتنتجنا في النهاية بعد ما تحلل هذا الغذاء أو إذا ما تحللش الوضعية الثانية الآن عليها 6 نقاط الوضعية الثانية دايماً رايحة تكون نتائج أسباب تحليل إلى آخر يعني راح يعطيني بيانات وانا راح نشوف حسب البيانات هذو اللي راني قريتهم من قبل يعني في الدرس تعيق مثلاً كنجير راجع للفرط تعيلة وش نركز نركز على أول حاجة نقرأ الحوائج نعود الراجع الحوائج اللي قريتهم ثانياً الوثائق التاعي نحفظهم هما بالعناوين التاح ثالث حاجة اني بش نراجع للثمانين الثاني لازم نروح للكراس لأنه في الكراس وش نكتبه مثلاً التمثيل البياني مثلاً أو الوثيقة رقم واحد الصفحة مثلاً خمسون أو الصفحة عشرون ونبدأ ونحللو هذيك المنهاجية هذيك المنهاجية اللي تتبعها في شهر تعليم المتوسط وأيضاً في حل التمارين مثلاً عندي هذي الوثيقة ها هي التجوبة وش درنا هنا درنا عبارة عن قطعة لحم درنا قطعة لحم هنا عادية يعني مع بعض ها ها هيكي عشرة كرام ودرنا عصرة معيدية وفرنا درجة حرارة 37 درجة وفي الأنبوب اللي بعدو درنا عصرة معيدية ثاني ولكن هذي الاخترة درنا قطعة لحم مفرومة يعني قطعة لحم صغيرة عشرة كرام عندي نتائج بعد 12 ساعة في الأنبوب ألف وبعد 7 ساعات في الأنبوب با نحظو باللي مدوا لنفس النتيجة ولكن الفرق هو أنه الأنبوب الأول قعد لي 12 ساعة بشمد لذيك النتيجة والأنبوب الثاني قعد لي 7 ساعات فقط بشمد لذيك النتيجة دايماً نقرأ الوثائق نتاعي في الوضعية الثانية لأنه حنستعملهم وكي نجاوب ثاني رح نستعملهم نقول مثلاً حسب ذلك حسب ما أرى حسب الوثيقة واحد مثلاً نكون مدلي سندات إلى آخرها الآن عندنا التجربة اللي بعدهم لمحتوى الملاحظة عندنا التجربة اللي بعدهم اللي في الوثيقة الثنين دكا دلنا مطبوخ النشاء زايد عصارة معيدية في 37 درجة زايد ماء اليوض مدلنا ظهور لون أزرق بنفسجي والتجربة اللي بعدها عندنا بياض البيض متخثة زايد عصارة معيدية في درجة 37 درجة زايد حمز الأزود قلنا عدم ظهور لون أصفر التعليمات الآن أولاً ألف حلل نتائج تجربة واحد باء فسر نتائج تجربة ثنين وثلاثة ثنين استنتج خواص الإنزيمات وتعريفاً لها الوضعية الإدماجية أصاب القلق يوسف بسبب الاضطرابات الصحية التي لاحظها على أمها المتمثلة فيه التعب الشديد النحافة وبعض الآلام في الجهة العلوية اليمنى من البطن مما دفعها إلى إجراء فحصات طبية معمّقة لأمها عند الطبيب المختص نتائج التحليل والفحصات الطبية كما تبينه الوثائق التالية عندنا أول وثيقة وهي السند واحد عندنا مجموعة من المغذيات لغلوكوز الأحماض الأمينيا والأحماض الدسمة عند كل من أم يوسف والشخص السليم ماذا نلاحظ هنا؟ نلاحظ بأن المغذيات عند أم يوسف تتواجد ولكن بكمية قليلة مقارنة مع كمية المغذيات التي يجب أن تكون ليكون هذا الشخص سليم السنة الثنين فحص الأشعة العلوية اليمنى من بطن أم يوسف نلاحظ هنا عندنا الكابد نتاحة قناة الكابد القناة السفراوية بينكرياس قناة السفراوية الجامعة وقناة البينكرياس واش نلاحظ هنا عندنا العفش أيضا نلاحظوا باللي كاين حصى في المرارة حصى في المرارة سنعد لي بعدو قالنا كوريات الحمرة في دم أم يوسف وفي دم شخص سليم أم يوسف عندنا 3.5 مليون شخص سليم عندنا 5 مليون الآن كمية الهيموغلوبين في دم متع أم يوسف كانت 100 أما بالنسبة للشخص سليم كانت 150 هذا السند الثالث نروح الآن للتعليمات بالاعتماد على الأسناد ومكتسباتك واحد حدد سبب الإضطرابات الصحية التي تعاني منها أم يوسف ثانيا فصل الأعراف تالية التعب شديد والنحافة ثالثا اقترح ثلاث حلولة تراها مناسبة لتحسين الحالة الصحية لأم يوسف الإجابة الآن الوضعية الأولى الوضعية الأولى واحد ألف بيانات العناصر المرقمة عندنا هنا عبارة عن مخطط وعندنا عناصر مرقمة ما نسميهون أولا شعير الدموية ثانيا هو جدار الظهار المعاوية أو لنسميها بالخلايا المعاوية ولا خلاء خلايا جدار الزغابة ثالثا هو عبارة عن وعاء لمثاوي اللي يأتي من الداخل رابعا مايكرو زغابات يعني الزغابة تحتوي على مايكرو زغابات وخامسا نلاحظ خروج الدم دخول الدم وخروج الدم العنوان العنوان هنا هو عبارة عن أول حاجة نكتبه رسم تخطيطي ماذا يوضح؟ يوضح بنيت الزغابة المعاوية باء خصائص الزغابة المعاوية هي أولا وجود عدد كبير من الزغابات والمايكرو زغابات هذه بعنا أولا العدد الكبير ثانيا غنية بالشعيرات الدموية والبلغومية ثالثا رقة جدار الظهار المعاوية ليسمح لها بالامتصاص إذن الآن دور تحى تعتبر مقر الامتصاص المعاوي في جسم الإنسان ثانيا أكمل الجدول بعد نقله على ورقة الإجابة ها هو الجدول الآن نحن نذكر كل إنزيم خاص بالغذاء أولا النشاء على مستوى الفم الغذاء الخاص به هو النشاء إنزيم هنا هو الأميراز اللعابي أي أو اللعابين الناتج النهائي هو سكر الشعير أو المالتاز الآن البروتين الإنزيم الخاص به في المعيدة هو بروتياز واحد أو البيبسين الناتج النهائي متعدد بيبتيد أو البيبتيدات السليلوز نلاحظ هنا بأنه ما عندوش إنزيم ويبقى نفسه على هكتلكم مش هيتحلل إذن نتج نهائيه هو سليلوز الآن الدسم الإنزيم الخاص بها هو الليباز ويحويلها إلى أحماض دسيمة زائد الليسيرال الوضعية الثانية الآن والوثيقة واحد هنا كيفية تحليل نتائج للتجربة أولا سنكتب فقط ملاحظات نقولوا تحليل أو تبسيط أو تفكيك إنزيم البروتياز واحد في العصارة المعيدية لقطع اللحم المفروم الصغيرة كان أسرع من تبسيط قطعة اللحم الغير مفرومة الكبيرة بخمس ساعات إذن الهضم الفيزيائي يسهل ويسرع الهضم الكيميائي ما لاحظنا؟ نلاحظوا هنا بأنه إنزيم البروتياز كان العمل تعوي أسرع عندما كانت قطع اللحم صغيرة يعني عندما كان اللحم مفروم نلاحظوا مدليناتها أجبعت سبع ساعات وقطعة اللحم الكبيرة رغم أنه كان بروتياز وما تغيرت حتى حاجة إلا أنها أخذت وقت أطول يعني 12 ساعة وش نستنجم قلو الهضم الفيزيائي يسهل ويسرع الهضمة الكيميائية الوثيقة الثنين الآن نحن نفسره نتائج تجربة ثنين وثلاثة أولا في تجربة ثنين ظهور اللون الأزرق البنفسجي يعني مش لاحظنا هنا بأنه النتيجة موجبة يعني دليل على وجود حاجة دليل على وجود ماذا؟ نرجع في المحتوى قليل مطبوخ النشاء إذن دليل على وجود النشاء لماذا؟ لأنها لم تتأثر بالعصارة المعيدية أي إنزيم البيبسين معناها النشاء هنا ما صرع له والو علاه لأن العصارة المعيدية ما فيهاش هنا الإنزيم ليفكك النشاء التجربة ثلاثة عدم ظهور اللون الأصفر وش معناها؟ نتيجة سالبة يعني دليل على غياب حاجة دليل على غياب البروتين وش معناها؟ البروتين هنا تفكك تحت تأثير العصارة المعيدية لأنها تحتوي على إنزيم البيبسين وتحول هنا إلى متعدد البيبتيد أو متعدد فيبتيدات ثانيا خواص الإنزيمات النوعية كل إنزيم متخصص في تبسيط وتحويل نوع واحد من الأغذية الآن ثانيا درجة الحرارة تع الجسم أو المناسبة لنشاط الإنزيمات هي 37 درجة مئوية الآن تعريف الإنزيمات هي مادة كيميائية من طبيعة بروتينية تعمل كواسيط كيميائي في تسريح التفاعلات تعمل على تبسيط المواد الغذائية الوضعية الإدماجية عندنا هايك الوضعية الإدماجية اعتماداً عن سنة الثنين سبب الإضطرابات اللي كانت تعاني منها أم يوسف هو أنه تشكلها حاسة على مستوى الحويصل الصفراوي يعني المرارة وهذا ما نتج عنه آلام على مستوى الجهة العلوية اليمنى من البطن أيضاً نقص كمية العصار الصفراوية والبنكرياسية لإنسداد القنوات الناقلة هايكي القناة الصفراوية الجامعة نلاحظ إنسداد فيها مما أدى إلى عدم تحليل الأغذية جيداً على مستوى المعيد الدقيق يعني العفج فنتج عنه سوء هاضم كيميائي وبالتالي نقص المغذيات الجدولة بالنسبة للجدولة بتاعنا أو سند واحد يمثل كمية المغذيات في الدم يعني القرام في الدم أولاً لاحظة هنا كما قلنا من قبل بأنه أم يوسف المغذيات انتاحة نلاحظوا الجلوكوز الأحماض الأمينية والأحماض الدسمة نسبتها قليلة مقارنة بالشخص السليم ثانياً الآن اعتماداً على السند واحد سبب النحافة هو ماذا؟ أكيد نقص كمية المغذيات نعتنده للسندات الناتج عن سوء الهضم الكيميائي بسبب نقص العصارات الهاضمة البنكرياسية والصفراوية لأنه نتج عنه نقص الأحماض الأمينية التي تلعب في بناء ونمو الجسم أي بناء البروتينات وبالتالي الضعف العام اللي هو النحافة من نسبة السند الثلاثة هنا سند الثلاثة يوضح لنا كوريات الدم الحمراء في دم أم يوسف وعند الشخص السليم أيضاً كمية الهيموغلوبين الحاجة اللي نحن نلاحظها هنا هو أنه أم يوسف الكمية نتاع كوريات الدم الحمراء اللي في الدم نتاعها هي أقل من الكوريات الدم الحمراء اللي من المفروض أنها تكون كيكون شخص سليم لاحظة عندي 3.5 مليون و5 مليون كمية الهيموغلوبين أيضاً عندي 100 وعندي 150 ثانياً اعتماداً على سند الثلاثة سبب التعب الشديد هو نقص في كمية الهيموغلوبين والكوريات الدموية الحمراء علىها لأن الكوريات الدموية الحمراء الهدف للدورتها هو نقل الغازات مما أدى إلى نقص كمية غاز الأكسجين المنطولة إلى الخلايا وبالتالي عملية هدم الغلوكوز ستكون ضعيفة لأنه لازم يكون الأكسجين باش تتم عملية هدم الغلوكوز إذن راح ينتج عنه نقص في إنتاج الطاقة من جهة ومن جهة أخرى نقص أغذية الطاقة المتمثلة في الغلوسيدات والدسم بسبب سوء الهضمة ثالثا باستغلال السياق ومكتسباتي أقترح ثلاث حلول مناسبة لتحسين من حالة أم يوسف أولا إجراء عملية استئصال المرارة ثانيا تناول أدوية للتخلص من الحصى وثالثا حقن محلول مغذي لتعويض نقص المغذيات في الدم وفي النهاية اخترت لكم حكم ومعلومات في علم النفس لحكماء وعلماء وعباقر ومفكرين فهموا النفس البشرية والإنسانية كن حذرا وأنت تقرأ كتب السحة فقد تموت بخطأ مطبعي السحة هي السلام النفسية بين قوسين السلام الداخلي من المهم أن تعرف شخصية المريض أكثر مما تعرف عن المرض الذي يحمله الشخص أعظم دواء على الإطلاق هو تعليم الناس كيف لا يحتاجون إليه داؤك منك وما تفكر ودواءك فيك وما تبصر أتمنى أني كنت عند حسن ظنكم بالتوفيق ونلتقي بإذن الله تعالى في فيديو جديد شكرا